السلام عليكم حبغايب يحياكم الله وياكم وسام جيمز ومثل ما وعدكم داما يحياكم تحياتي لكل حبغايب طبعا مثل ما تعرفون Back 4 Blood الألعاب المجانية اللي نزلت على الأكسرا والبريميوم نزلت اليوم وراح شوف شنو هاي اللعبة يعني بنفس الوقت راح اشرح لكم في شي مبسط عن اللعبة وشلون تصرف وهي هاي اللعبة طبعا اللعبة حلوة راح تكون First Person طبعا نشوف شخصيتك هنا طبعا هنا عندك تحديات وعندك هواي اشياء طبعا واللعبة تحمل اللغة العربية ما عرف عني الأمريكي بس الأوروبي باللغة العربية هنا عندك البطاقات المحمولة اللي انت تقدر تخليهن يساعد انك مثل ما تشوف 5% من الصحة طبعا هاي البطاقات كل ما تلعب اكثر كل ما تفتح لك البطاقات من المبتدئين وبطاقات العالية وبطاقات القوية يعني هواي بطاقات للعبة وبطاقات السرب هنا معروفة وعدك خطوات الأمداد طبعا هنا تقعد انت وأصدقائك تسوون تحمون هذا المكان أو تسوون مهمة عندك فرح ينطوك مثل ما تشوف هنا ليجا وادا تشوف الآيقونات الصغار وشخصية موان اللبنية يعني رح ينطيك لون لهاي اللبنية وهي شيء ألوان ألوان وملابس وألوان للملابس وألوان للأسلحة أوكي هنا نعش الغراء بنفس الحالة فتح ثمان يم طبعا هذني يجنك كل وقت يجنك إدغيرا إلى ما توصل هنا دا تشوف هنا صفر ساعة وخمسين دقيقة تحدي باقي له إنه يفتح لك أربع اشياء مثل ما دا تشوف شخصية مال البنية وقناص وألوان اوكي هنا نعندك شخصيات مالتك اللي وما تشوف خمسة على 22 هذا الألوان اللي يفتحها إلي يعني بي عنده 22 لون أنا يفتح لخمسة هذا أربعة هذا أربعة هذا تشوف هكذا أما هذوله تشوفهه مو الأربعة اللي على اليمين هذول الشخصيات اللي لازم تشتري DLC مال اللعبة هتقول لي شون أشتري DLC مال اللعبة هيتجي هنا رح تشوف DLC مال اللعبة موجودة اللعبة هنا 39 دولار رح تشتري كل الإضافات اللي نزلت للعبة مثل ما دتشوف أو تشتري أنت الإضافات مثل ما دتشوفه هنا هذولة عليهم 50% وعلى 60% وهاية ما عليها تخفيض هذا هنا بالنسبة للعبة وللشخصيات أما مستودع الأسلحة دتشوفه هنا الأسلحة اللي أنت تملكها طبعا دتشوف هذا واحد من تسعة بمعنى أنه أنا عندي هنا أنا أسكن واحد من هذني بهذا السلاح يعني هذا السلاح يملك تسعة السكنات وأنا أملك واحد أما تجي هنا للميلي وابن سلاح المشاجرة مثل ما دتشوف عندك البندقية الهجومية وعندك الرشاش الخفيف وعندك الرشاش الخفيف الثاني والشدقن وعندك البنادق وهنا الملفات الشخصية مالي الشخص طبعا تضغط مثلث رح تجي عندك قائمة الأصدقاء وتقدر ترسل لهم وما عندك أي مشكلة من هنا تجي هنا تعديل عن الشخصيات مالتك طبعا تضغط عن الشخصية تجي هنا رح تشوف شنو عندك مفتوح وشنو عندك مغلق ده تشوف آني فاتح مثلا هاي الملابس اللي آني تأجي بيها العادية أما أقول لها المظهر عنصر المظهر اللي آني مخلي له يعني آني فاتح من هذا واحد من خمسة أوكي هاي كل الشخصيات طبعا ها كذا يعني ده تشوف هنا أخليها تلبس هاذا الملابس يعني لأن آني بوعانيش مزودة بهذا أقدر أخلي الملابس آني أقدر أسو تزويد وهاي الشخصية كذلك يعني ده تشوف هنا هيتش تجي العجوز أما هاي اللبنية نفس الحالة ده تشوف شون هيتش تجي يعني فأنت براحتك ده تشوف هنا عرفنا هنا شنو أما هنان نجي لللعب أوكي فتح قائمة الحملة عندك اللعبة هنان هاي هنان أول شي شخصيتك ده تشوف آآ ثلاثة من أخوياتك تقدر تزلهم دعوة يجون عندك يعني باللوب مالتك وتلعب وياهم أنت ويا جماعتك أوكي هذا بالنسبة إلى آآ الكامب أما نجي لشي الأخير اللي بالكمب هو هو عندك محل الأسلحة محل الأسلحة هنانا ده تشوف مثلا هذا السلاح عادي هذا عندي إلى اسكن ده تشوف أكو بعض إلى اسكنات بس ذني الاسكنات أكو بهم ينفتحون بال آآ التحديات اللي منطكياها أو بالتحديات أو عندك تقدر تشتريهم أما عندك تحديات تسوي التحديات اللي تريدها اللي هما منطكياها تقدر تفتح السلاح بيه أو أنت تشتري المثلا السلاح أو هنانا نجي هذا هذا ينطينا المهمات اللي شرحت لكم عليها المدادات اللعب ده تشوفون هنا أنت تقدر تتحول من على أي واحد من هذول ده تشوفهم تتحول عن يعني تحول عليهم عن طريق الـ L1 والـ R1 تجي عليهم أو تلعب بنفس الوقت ده تشوف هنا أقول لها لعب سريع رح يقول لي أنت مخلص هاي بس هاي ما مخلص هاي ما مخلص هاي ما مخلص يطوني إضافة حياة إضافية وحدة يعني إذا متت بعد ما أعيش مرة وحدة بعد ما أعيش مرة ثانية مقاومة الضرر دائم طبيعي ولنعاش الفرقة الطبيعي أوكي ده تشوف هنا الامدادات النقاط كاتب لك كل شي طبيعي وهذا أنت شون يعني تبدي المهمة هذا الفصل الأول هن عندك هنا وعندك هنا الفصل الثاني والثالث وبعد الرابع والخامس لازم تلعب بالمهمات وتقدر تيجي يلقي لك ناس بنفس الوقت يلون لعبون وياك أو إذا ما لقى ناس يدخل لك البوتات اللي هم يساعدوك بالجيم ويعيشوك وتتعيشهم وهكذا وينطوك هم مساعدة يساعدوك ده تشوف الساين نزلت هنا ده تشوف احنان أكو ثلاث لوعي بأورا دي دي لعبون يعني ونازلين هم دي لعبون هنا بهذا المكان وصير على يوم حارب ده تشوفون الأسلحة وكل شي يعني هس آني نزلت ده تشوف عندي طبعا شوتقون أقدر أخذ وآمو شوتقون ده تشوف شون عندك ميني الملي أو ده تشوف هذا حبيبي والله حبيبي والله أوه شفت شون انفجر علي. اه طبعا عندك الاستمنة ده تشوف القلب ما لتك من تركض حتى يعني ما تستخدمها الاستمنة هواي الا ده تشوف هذا الحبوب يعني تدوس تجاه يمين يطلع لك الا اه الشسمة. هذا اه ده تشوف اهنان اكو فلوس هاي فلوس اتفيدك. اهنان بطاقة. ده تشوف هاي بطاقة جتك تفتح لك اه اه تأطيل وكل شي. اوكي هم وهيسا طلعوا. ده تشوف هاي مصيدة. طبعا حلو المواب حلوة لغرافيك بيها كل اللي شعلوا. ونسخة الفايف والفور يعني خلوها بضالكم. اتريد نسخة الفايف او نسخة. اه ده تشوف الاسلحة شون هنا انا ينطيك. طبعا حتى الاضافات ما الاسلحة ده تشوف شين الاضافات عادي اخضر وازرق مخزن. والقبضة عادية. ده تشوف هنا انا لجندري. اي كي. اوكي. اوكي. ده تشوف هاي ذخيرة. طبعا ذخيرة عندك انواع. اه. تقدر تحدد بالالوان. طبعا الزومبي عندك انواع. اس احنا سوينا الدفنس. ده تشوف شون. هاذ ميدك. يشوف هنا ميدك صغير. طبعا هذان يفيدنك القنابل يعني القناني. شوف احنا سوينا دفنس انه. شوف عندك امو هنانة. قناص دخيرة قنابل ورايفر شي تريد. لان رح يصير علينا هجوم وبهذا المقان هنا. طبعا هما رح يجوكوا هواي. انت لازم يعني اتسيطر انت وجمعتك. نحرق هاي شوي هنا. ده تشوف شون. تحرقهم طبعا غرافيك بيها حلو. القتال بيها حلو. بعض الصح بكل دم يعني من يكتلون الجنود. شوف اتجرت اله. البرميل. طبعا عندك تشوف هاي اللي بايدة هاي هذا نقطة ضعفة. خلوا ببالكم. او لزمني في الشي. تيم. شوف هاني شون هس دمي شوي نزل. صار علينا هجوم ترى. هذا تفجر علي خارب يوم اقباع صار توكسيك عندي. جسمي كله دمر. لا 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 دمي لا تشوف. او ديم. طبعا هي تشي تاخذ حبوب. شوف. شوف الصرت زيان هسه. صار عدي مثل الدرع. طبعا خليه نهزم. احنا شوي سرعة يرادك. فاني حاول اضربه بيدي. او ضربني واحد ثاني. ديم. بوعي لقاعي شلون. الحرب خرافية هنا. غالا لازم اقتله. تشوف خط علاج هسه. او مو عندي. او ديم. طبعا الميلي حلو. بس درباك عاستي من اماتك. او. او. او ديم. رحموت. تشوفون شون رحموت. او ديم. واحد انضرب. معلوم توят. يا شيخ. یقفحبي. ماقدر عيشك. متة من وراك يا شيخ. یقفحها. راح اموت يعيال قال انت تلعب ويا ناس روندوم تعرف يعني عالم عاديين تدخل قيم عادي انه ما تحشوا ياهم ولا بدا جيد جوب مثلا ماذا تشوفون يعني اذا دخلني القيم يعني منتهي القيم باع انطاني النقاط هسا ما الامدادات اللي استلامتها قاني بالقيم ده تشوفه هنا انا اكو الفصل الاول عندك بمراحل كل ما تمشي بالمهمات كل ما انت ترجع تمشي بالمهمة كل ما انت بالمهمات كل ما انت توصل الى مهمات ثانية طبعا فاللعبة طبعا حلوة وراقية جدا يعني الواحد لازم يجرب هاي اللعاب حتى يعني يعرف شنو هذا النظام هاي اللعبة شبيها هاي اللعبة الليش هاي اللعبة شوف هسا خلص القيم دخلني قيم لاخ اقدر ادخل ده تشوفه هنانا البارد جوا الفصل الاول باقي لي اربع مراحل من الفصل الاول واطب للفصل الثاني طبعا هنا انا تقدر مخيريك انك انت تقدر تختار الشخصية ماتك قبل ما تدخل للقيم فيحنا هنسوي ترك اللعبة ونرجع للوبي لان انتو شفتوا يعني انا بس اشرح لكم فتشي صغير عن اللعبة حتى تاخذون نظرة عن اللعبة وتعرفون اللعبة شون اول ما دخلي طبعا اضغط التشبات رح يجيك عندك هنان نقاط وعندك جاك كارت يعني هو ينبهك انه جاك كارت تقدر تبدل الكارتات مالتك هنان هذا ده تشوف طبعا هذا تروح انت تتسوي تختاره هنان وتروح تسوي التحدي انتو اصدقائك اذا كملت التحدي رح ينطيك الوان وهذا كل شي يعني هذا كلش مهم للناس اللي تعلمون اللعبة يعني اول جيم جيم انت تعلم انت تعرف تلعب اللعبة وبعدين اختار لك واحد من هذولة لان هذولة بهم وقت يعني ده تشوف هنسا هذا بي يومين و 23 ساعة يعني هذا قوي وبنفس الوقت ينطيك شخصية ينطيك ويب سكنات والاسلحة ويطيك كارتات الكارتات تفيدك مثلا تطيك 5% 10% وهي الاشياء هاي جدا مهمة هاي الشخصية دائما تكون قاعدة هنا يم الهمر طبعا هذا الكامب ما تتكدت العايش به طبعا كل ما تسوي مهمات كل ما الكامب ما تتك يعني تمام 100% طبعا هنا عندك تدريب تشوف يعني بدون ما انت تروح سوى مهمات تجي هنا تدريب تقدر تشوف كل الاسلحة اللي موجودة باللعبة وتجربها يعني تقول الارضة تجرب هذا السلاح هل هذا السلاح اللي قبل ما اشتريه او قبل ما اصنعه او قبل ما فانت تختار السلاح اللي تريده تجي هنانا كل الاسلحة دا تشوفها بالطاولة كل المسدسات كل الاس ام جيات كل الالم جي كل القناصات وكل الشوتقانات وهنانا عندك الاسلحة الثانية اللي موجودة باللعبة مثل ما دا تشوف هاي يعني هسا خلي حبيدي واريد ايجرب هاي شلون اجي على هاذا اشوف انو اش قدي يدمج دا تشوف هسا يطلع رقم بالمنه دمجة يطلع عندي رقم حتى اعرف انو مثلا وين يدمج اكثر ها بهذا الشي هذا اذا تريد تجرب اي سلاح وقبل ما تشتريه طبعا ان انا عندك الاشياء اللي ما تعرفها مثلا او تقول هاي شي تسوي تاخذها دوس اروا دا تشوف هشون هي شي حتعرف كل شي عن اللعبة يعني في شي خرافي جدا وشي راقي جدا اهنان الاضافات ما الاسلحة اذا انت مثلا اخدت السلاح وتدي تضيف لها كل الاضافات راح تجي هنا دا تشوف كل هاي اسطورية الاضافات والنوع المخزن نوع السبطانة نوع السكوب هاي واحدة تجي هنا تلقي الاضافات الثانية نفس الشي للاسلحة كلها اللي موجودة اهنان بالطاولة راح تلقي الاضافات معلقة هذا الشي حلو حبايبي وهنان عندكم مع اسكر تدريب هو اللي بالكمب وهنان عندك الملي اللي موجود والاشياء اللي موجودة اوكي وان شاء الله راح اشوفكم دائما بثوث حلوة او مقاطع حلوة تحياتي لكل حبايب وكل لكم شكرا للكم والحضوركم وان شاء الله اشوفكم مع السلامة نتقي ان شاء الله اشتركوا في القناة